الفقوس يعد مهدئاً للتوتر ومبرداً لجسم الإنسان لكن سعره في فلسطين بأت مثيراً للأعصاب ورافعاً لدرجة حرارة المواطنين فصحيح أن علماء توصلوا إلى استنتاجات تقول إن نباتات تسمع وتتكلم ولكن ما لا يخطر على بال وما لا يصدقه عقل أن يصبح كيلو الفقوس في فلسطين نحو مئة شكل يزرع نوعين من الفقوس في فلسطين وهي البلدي والساحوري وكلهما ينبت ثماراً متفاوتاً في الحجم واللون ووصل سعر صندوق الفقوس في مزاد علني إلى 1050 شكل عقب ذلك تحول ارتفاع السعر الفقوس إلى مادة دسمة للتعليقات السخرة على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب أحدهم يقول إن الفقوس باتت رياقاً للحياة وذهب آخر إلى القول ما عياره في مقاربة لسعر الذهب الفقوس ذو الملمس الناعم والذي تكسوه شعيرات دقيقة يستخدم كأكل طازج يشبه الفاكهة ويطبخ كذلك بعد حشوه في الرز واللحم سواء أكان ذلك مع اللبن أو عصارة البندورة وهو كالخيار يمكن تخليله وبسبب ارتفاع سعره بشكل جنوني بات كثير من المواطنين غير قادرين على شرائه ويتيممون بعبارة خللوه خللوه أنا ما بحجبوه